الشركة المتحدة بتتقدم بالشكر شركة المتحدة لخدمات الإعلامية بتتقدم بالشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه لبرنامج جينريشن زي أو جين زي إذا كنت بتكلم معاكو على أنه المتحدة قررت أنها تعمل هذا البرنامج دعماً للمبتكرين ورواد الأعمال من طلبة الجماعات وخصصه زي ما كنت بقولك 50 مليون جنيه إضافية للبرنامج اللي هيشارك فيه طلاب الجماعات في البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال وبالتالي تبقى قيمة الجوائز 100 مليون جنيه ده تشهد بصراحة يا خينا في الحاجة اللي زي كده بقعد فعلاً بتسأل من قلبي الكلام ده مكانش على أيامي وأنا صغير ليه والله كانت فرقت مش بكلمك بشخصنا أنا بكلمك على إنه إحنا كجيل فعلاً كنا محتاجين حاجة زي كده يعني أنا لها واحد صاحب اسمه عبدالعظيم ده معروف جداً يعني عبدالعظيم أصغير بقيني بكم سنة بصدقت بس عبدالعظيم ده مخ ومزل تخيل بقى عبدالعظيم ده لو كان موجود بقى على أيامه الكلام ده ويبقى موجود برنامج زي جنريشن زي ومش عارف إيه كان زي ما عبدالعظيم ده أينشتاين بتاعنا حاجات زي كده وزي عبدالعظيم في ناس كتير أنا بكلمك بأمانة فبعد أفكر دايماً الكلام ده ما كانش على أيامنا ليه يا بخت ولادنا دول والله بجد إنه يبقى فيه بلد مهتمة بيهم ويبقى فيه شركات مهتمة بيهم وبتدعمهم هرجعك تاني على إنه الشركة المتحدة تحديداً واللي وصلت قيمة الجوائز والمكافئات لمية مليون بتشكر فخامة الرئيس لدعمه للمواهب الرياضية والفنية والعلمية في كل القطاعات المختلفة ومن خلال عدة برامج ومشاريع بتشارك فيها المتحدة الخدمات الإعلامية مع وزارات الشباب والرياضي يعني على سبيل مثال كابيتانو ده حدوتة 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 يعني أنا لا أدعي أبداً إن أنا يعني بتاع كورة خالص أناش بتاع كورة بس الفكرة بتاعت كابيتانو دي ألماز طيب الدعم أيضاً في الجوانب الثقافية والتعاون ما بين الشركة المتحدة ووزارة الثقافة زي ما كنت بقولك ده على سبيل مثال الحصري يعني أجي أقولك مثلاً إيه سينما الشعب مثلاً الشركة المتحدة داعمة لوزارة الثقافة في هذا الموضوع وزارة التربية والتعليم أتلاقي الشركة المتحدة داعمة لا وزارة التربية والتعليم أتلاقي قنوات مدرسة تناو أتلاقي طول الوقت المتحدة بالدعم هذه الوزارات المعنية ببناء العقل المصري ببناء الوجدان المصري ببناء الثقافة المصرية بشكل عام لما يجي نقول مثلاً إيه ثقافة شعب ثقافة شعب دا مش معناها الشعب دا بيقرأ روايات إيه كلمة ثقافة شعب يعني الثقافة بتاعت الشعب يعني سلوكه وعاداته وتقاليده وطريق التفكير دي حاجة كبيرة جداً ومن هنا كان دعم المتحدة وشراكتها ووقفها بجانب الوزارات المعنية المتحدة الحقيقة اعلنت من كم يوم عن إطلاق هذا البرنامج جنريشنزي مع وزارة التعليم العالي والبحث العالمي البرنامج زي ما بيقولك كده البرنامج منكز على إيه ده أساس البرنامج قلب البرنامج مستهدى في البرنامج ثقافة الابتكار ثقافة البحث العلمي ثقافة ريادة الأعمال فين؟ في وسط طلبة الجامعات المصرية أخلي الولاد دول يبتكروا أخلي الولاد دول يصبحوا رواد أعمال وهم لسه في الجامعة ده يتخرج من الجامعة هيبقى إيه؟ أكيد هيبقى حاجة تانية أكبر مننا بكتير بكتير تخاصصات العلمية المختلفة يعني كتير عد بقى بتشجع الولاد أنه هما يعملوا شركاتهم هما الناشئة بتعبير اليومين دول ستارتاب ليه ما بنقولش الناشئة؟ ليه الناشئة؟ طيب هل أنا عندي ولاد كتير عندهم أفكار وعندهم ابتكارات وبالتالي تلاقي المتحدة بتدعم الولاد دول بتدعم المبادرات المجتمعية بتشتغل على معالجة أي صعوبة علشان نزلل هذه الصعوبات هذه العقبات وبالتالي يطلع عندي جيل قادر على تلبية احتياجات السوق المصري والإقليمي والدولي فنتغلب بقى على تحديات كلها الموجودة وبالتالي في النهاية خالص احنا كوطن استفدنا احنا كوطن كبرنا احنا كوطن اقتصادنا أصبح شديد الاختلاف شديد التطور يا جماعة العالم عنده حاجة اسمها الاقتصاد المعارفي اقتصاد المعارفي ده اللي لقاياه مع الابتكار البحث العلمي الشركة الناشئة على كل لو سمحتوا عاوزين يعني اذا كان اولادك اذا كنت انت صهران معايا وبتشوف ابقى سعيد جدا وفخور بيك لابعد الحدود لما لقيك تخش بقى كده على لينك ظريف اذا كنت مهتم اللينك ده هو جن وبعدين داش يعني حطته على البتاع برافو عليكم اوكي جن داش زي ربنا يخليكوا يا جماعة يو ان تي اي بصوا احنا هنقرأ بتاعنا مش هعرف اشوف كويس اللينك موجود قدامكم على الشاشة اعذروني على العاتب النظر برضو الواحد بقى الزغير فلو سمحتوا شاركوا نصيحة شاركوا وشجعوا لدكوا انه هم يشاركوا شاركوا